السلام عليكم الحادقات دياولي ومرحبا بكم في فيديو جديد نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير اليوم جيد نشارككم الطلبية ديالي الواحد متتبعة غالية أنا تبارك الله ما شاء الله في هات الطلبية والتي تعرفت على بزفت المتتبعات وبنات مدينتي تبارك الله ما شاء الله ناس طيبة وزوينين وربي ما شميليش معهم الحمد لله كنقول لهم شكرا على التقاط ديالكم وقلت نشارك معكم احتنتوا مع هات الطلبية اللي كانت خدمة تقدروا تستفدوه وتصابوه في المنازل ديالكم اليوم عندي الطلبية ديال المسمن ديال الكفتة وعندي ديال القريشلات اللي من السمين فكانت بهذا الشكل الطلبية ديالنا غدي نشاركها معكم بالتفصيل أنا نتأكد غدي يعجبوكم هات الوصفات وتجربوهم تقدروا تديرو بهم تكمية كتيرة وتديروهم في المجمد كتجب ديالي حسابك هاكا في أيام تاع الأسبوع بسم الله على بركة الله أولا نبدو بالمسمن فأنا تقريبا ندرت هنا 4 ديال زلايف نتاع الفارينة وجوج زلافات نتاع الفينو زيت عليهم معلقة كبيرة ديال الملحة و معلقة كبيرة ديال السكر و كيس نتاع خميرة الحلويات اللي هو 7 جرام كنخلطو هات النواشف كنزيد عليهم معلقة ديال الخل و معلقة ديال الزيت هذي نخليكم المقادر في صندوق الوصف و كنجمع بالمال اللي عادي كنجمع العجينة شوية بشوية حتى تحصلوا على العجينة يعني اللي تكون طرية ما تخليوهاش تكون ما تكونش مطلوقة بزاف يعني تكون طرية فقط كندلكها على حسب ما قديت و كنديرها نغطي لها و نخليها ترتاح بالنسبة للحوشوة ندرت هنا يا البصلات خريبا ندرت 4 ديال البصلات و قطعتهم مع جوج مع العرق ديال الزيت و شحرتهم حتى نزلوا تماما الحوشوة كتقى على حسب الكليانة لبنات أنا الكليانة ديالي بغت غير كفتة كذلك أنا بغتهم غير كفتة ما بغتش تدير فيهم شحمة ما بغتش الخضيرة فانا قلت لها صافين ديالك الكفتة و كاي اللي كتبغي بشحمة و كاي اللي مخلع اللي كنديره كيكون فيه شحمة كيكون فيه خضيرة الفلفلة و ما اذاكش هنا درت البصلة و منتشحرت درت عليها الكفتة حتى حليتها بعد درت عليها العطرية درت غير الملحة والبزار والفلفل الأحمر و زريعة القصبر يعني القصبر مجفف و شوية ديال كامون صافي هادو هما التوابل اللي استعملت واستعملت توم بودرة إلا ما درتش توم بودرة تقدري تديري توم طرياف لول تحكي واحد الفصيص ها كامعة البصلة اللي تشحر معاها و ضروري من القصبر و مع دنوس غلبية لما مع دنوس اللي بنات كترو و درت شوية ديال الهريسة اللي تبغي شوية ديال الحرورة كجيل ديال الهريسة كتعطي البنة في الحشوة صافي شحرتهم شتول كفتة ما تبغي شطيها بزا بها واحد شحي رخيفة و كانت طفيو عليها و نخليوها تبرد ضروري تبرد هاد الحشوة هادي واللي تلعجينا بعد ما طلقت و ارتاحت كيم ما راكوا تشوفو كان دهن يدي بزويتا و كان دهن واحد صينية بزويتا و كان بدي نشكل كوريات على حسب انتم من قداش بغيتوا تديرو تصغروا تكبروا اللي يحب الخاطر الحشوة ديالي بردت حتى بردت و استعليها شوية ديال الفروماج غابي كيجي بنين فيها سوف هنا يلكل الكورية ترتاحو هنا كتاخدو شوية تعزويتا تقدر تخلطي زبدة و زيت هنا اصلا انا خدمت غيب الزيت كتشدو كتصرحو الكورة الاولى لحقاش كلها بسمنا غدي يكون لدينا فيها جوش كورة سباش ما كتتقطع لكمش لورقة سرحت العجينة تكون رقيقة حتيت الحشوة في الواسط كرش شوية تعالفينو شوية سوف نطوئها على أربعة كراء كنت تشوفو خليتها على جانب حليت الكورة التانية و ديك الجيهة لكتكون رقيقة بين فيها الحشوة كما ركو تشوفو ديك اللي عمرتها هي اللي كتجي من الفق شوفوا معايا نحطها بهالطريقة ديك الجيهة الرقيقة هي اللي كتكون الفقانية سوف نطوع لها الكورة التانية هكذا كذلك على أربعة و نخليها ترتاح على جانب سوف نظه هذه المسمنا ديك اللي بنات أن الفيديو واضح نعود معاكم غير واحدة نسرحها رقيقة رشان تعزويتا رشان تعالفينو خفيفة و نطوع على أربعة نسرح ثانية و نحطها لولة فوسطها و نطوع على أربعة و تخليهم نتك يرتاح و نتكمل و تقول لولة اللي بديتو بها هي اللي كتكون رتاحة كتسرحوها كتقرسوها بهالطريقة هذي كتوجدو الطاجين ديلكم يكون سخون مزيان ترشوه رشان تعزويتا و تحطو المسمنا ديلكم بهالطريقة ما تخليوها شالبنات حتى تتحمر من واحد الجيهة و تيبس عد تقلبوها لا غي شوية تصهد تقلبوها و هنا يكرش عليها شوية تعزيت مع فلفلة حمرة نخلطوهم في واحد زلافة كمشتو غي تشدوها المسمنا كنقلبها ما خليتها شوية طابت كاملة تقلبو فيها حتى تتحمر لكم و تحيدوها واحد الريحة طلع يا سلام البنات كيجي ولدت بزاف و أنا نعط كيعجبوني بالشحمة و ذا كيجي و روعة دروق سنشارك معاكم القريشلات بالنسبة القريشلات قدرت هنا زوج كيسان ديال الحليب دافين عبرت بالكاس نتاع الشاي و ازتعليهم جوج كيسان ديال المدافي بنفس الكاس البنات و ازتعليهم علقة كبيرة خميرة فورية كأس ديال السكر و كأس ديال الزيت كل شي كديرو هاك في مرة وحدة خلطهم بالفوية عادي هاك باش كي يجنسوا للمكونات بهال طريقة هادي هنا غادي نضيف جوج بياد البيض والصافر نضيف لدهن جوج بياد البيض و نضيف جوج نصف كاس الجنجلان منقع محمر و زرارة انا استعملت نافع وحبة حلاوة المغرب لين جوج معالق و صاشيات الزهر زهرة البورتوقال إلا عندكم كجين نسمة هم زوية هنا إلا ما عندكش ممكن دري ربع كاس ديال ماء الزهر العادي كذلك زوج اكياس الفانيليا خلطت المكونات و نضيف دقيق بالنسبة للدقيق يحتاج كيلو و 100 جرام كيلو تزيد عليها كاس كاس ديال الشاي فرينا ديال لكم تكون مغرب لو كتضيف تدريج لان تجمع العجين ديال لكم ضروري هاد القريش لها تجي العجين مطلوقة كتجي خفيفة ما كتجي شقاس باش كي جي وكم خفاف ما جي وكم ش معجين من الداخل فكيم مارا كنت شوف بدي نضيف الدقيق هاك شوية بشوية بهذا الشكل هذا حتى نوصل للقوام اللي قلت لكم عليه يعني تكون العجين مطلوقة بهذا الشكل هاد الكيم يبنت اللي اعطيت تخرج لكم ثلاثين وحدة اللي درت وهم في الحجم اللي شتو في اول فيديو فإلا بغتي تدير نص المقادير غدي تقسمي نفس الكمية ويتقسمي المقادير على اثنان كما اشتوها كغس تكون العجين مطلوقة وكتلسق غدي نغطي لها ونخلي ها حتى تخمر ويتضاعف الحجم ديالها سافر من الضروري وكتشتقدوهم بها الطريقة تشكلوهم وتحطوهم في الصينياء ديال الفرن داروري تكون فرشة بابي كويسون تخليو لي سباس ما بين كل واحدة واحدة وكتقرسوهم بها الطريقة داروري تقرسوهم البنات باش ميجيو مش من فوخين تقرسوهم بها الطريقة وخليوهم يخمروا 11 دقائق خورا بعد ما يخمروا كتشدو صفار البيض اللي خليناه كتنسموه اما بشوية تعزززهر ندرت له شوية تعزززهر ورشيت عليه شوية تعزززنجل وكتدخلوهم للفرن ساخن على نار متوسطة تكيتحمروا من الأسفل وكتشعلوا لهم تحمروا من الفوق ديالهم شوفوا ما شاء الله كيف الجاو جاو روع البنات جاو فنين شوفوا من شاء الله كيجوا فنين وكتقدر تدري بهم كيميا كثيرة ودريهم في المجامد هكت تجيب ديهم الفطور ديال الصباح لقوة ديال العشية الوليدة يبغوا يدري فيهم فرماج كيجوا فنين بنات جاو ربوهم بعينكم مغمضين شوفوا كيف كيجوا خفاف ومهوية من شاء الله يكون نستفت مع هاد الفيديو اللي شاركت معكم اليوم وها الطلبية اللي شاركت معكم وديروا الكوراج وصاوبوا هكا لوليدتكم في الدار ولي بغت اي حاجة ولا اي طلبية مرحبا نخلي لكم رقم واتساب في صندوق الوصف مرحبة بطلباتكم سوى المالح او الحلو مرحبة بالكل سوف بالنسبة للمسمن سوف يخلي تبرد باش غدي نعمر وانتو ما كدروا لحسابكم كل واحدة يدري لحسابه فما تنسونيش حبيباتي يفتش شجيعاتكم باش دائما نقدم لكم نشارك معاكم هكا المزيد من الوصفات فبلد شجيع ديالكم راني ما كندرش الكوراج وكانعقز فضروري شجيعاتكم ودعمكم وبرتاج للفيديو باش هكا كل شي يستفد معانا مع الياغين كلكم خليتكم على خير ونتلقى في الوصفة المقبلة ان شاء الله مع اخسكم شي والسفا مع السلامة